السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن موضوع زواج القاصرات او ما يسمى بالزواج المبكر لان هذه الايام كثر الحديث عن هذا الموضوع وتناولته دوائر حكومية بالمناقشة والتحليل ونريد ايها الاحباب الكرام ان نشارككم المناقشة حول هذا الموضوع تعلمون جميعا بان مدونة الاسرة حددت سن الزواج بالنسبة للفتاة والفتاة في 18 سنة شمسية ولا يسمح بابرام زواج من لم يبلغ هذا السن الا استثناء لان القاضي عنده ما يسمى بالقدرة التقديرية السلطة التقديرية انه يمكن ان يوافق في حالات استثنائية لكن رغم ان الدولة حددت سن الزواج في مدونة الاسرة في 18 سنة يبدو بان الاحصائيات التي سجلت في هذا الميدان تبرز ارتفاع الارقام سنويا فالمد متصاعد في زواج الصغيرات او القاصرات او الزواج المبكر وينجم عن هذا الزواج اعداد كبيرة من الاضرار تم تسجيلها من طرف جمعيات المجتمع المدني والكثير من الملاحظين والمتتبعين وايضا نلاحظ ان البعض ربما قد لا ينظر الى القانون ويتجه الى زواج ما يسمى بالفتحة كثيرا ما يقع هذا الزواج اذكر حالة وقعت في المدة الاخيرة ان شاب اراد ان تزوج بشابة صغيرة فذهبت العائلتان ذهبت الى القاضي الى المحكمة من اجل ابرام عقد الزواج لكن القاضي اخبر بان الفتاة صغيرة لا يمكن ان تتزوج لكن الوالد قال الفتاة تبدو نضجة واني ارى من مصلحتي ان تتزوج هذه البنت ولكن القاضي رفض سلطته التقديرية لم تشفع له بان يؤذن بزواجي هذا النوع فغضب الوالد والد الفتاة وقال لوالد الفتاة ان اعطيتك ان اعطيتك البنت اجي نقرأ الفتحة حتى تكبر وتكمل شهور المتبقية لها ونرجع مرة تانية نكتب عاقد الزواج فعلا مشاول الدوار ودار الفتحة فيما بينهم وعقدوا زواج تقليدي وكانت الفرحة والسهور والعريس دا عروسه بعد ثلاثة اشهر حياة بين العريس والعروسة لم تكن على ما يرم كان هناك خصام وكان هناك شناءان فادطر العريس انه يرد العروسة الى والدها الوالد قال لي طلقها مشاول المحكمة قال لي هي اصلا ممزوجاش ووقعت حيرة كبيرة بين الاسرة ومثل هذه الاحداث تقع كثيرا كثيرا لكالضاع هي هذه الفتاة الصغيرة زواج القاصرات او زواج المبكر ربما كان في ظروف اخرى غير زماننا كان متاحا وكان ميسرا لان النظام المجتمع كان نظام قبلي كانت القبيلة فيما بينها والعائلات متعارفة فيما بينها وكانت النفوس ميسرة والحياة لم يكن لهذا الاقاع السريع حياة لم تكن صعبة كما هي في عصرنا هذا اليوم كالقوب انه صار امرا في مجموعة كبيرة من الاذرار الى تسألنا واياكم اشنو الاسباب لكتخلي بعض الاباء والامهات يلجؤوا الى زواج بناتهن وهن لازلنا صغيرات قد يكون السبب الاول هو الجهل جهل الوالدين بهذا الامر هذا ولا يدركون الاثار النفسية والاجتماعية التي ممكن ان يسببها هذا الزواج للبنت القاصر بمستقبلها كما ان البنت ايضا ما عارفاش بانها تحمل عبء تكوين اسرة وتربية اطفال ورعاية الزوج ممكنش فتاة لازلت صغيرة عقلها مازال في اللعب مازال في حياة البساطة ثم تكلفها برعاية زوج ثم بتربية اطفال ثم بتكوين اسرة هذا عبء كبير عليها لا تستطيع ان تتحمله كين سبب اخر اللي يخلي الاباء يزوج ابنيتهم وهن لازلنا صغيرات هو مشكل الفقر فبعض الاسر تعاني من اوضاع اقتصادية شديدة وكلقى الوالد بان ولد عدد من البنية عنده اربعة اخمسة ديالبنية والحمل عليه ثقيل كلقى بان الزواج هو الملجأ الوحيد لا يستطيع ان يطعمهن ويكسوهن وينفق عليهم فكلقى بان الحل هو انه يزوجهم وهن الصغيرات ما دم هناك الطلب الطلب كثير على مثل هذه الزيجات القاصرة كذلك كين بعض الاوسط الاخرى السبب ديالهم هو الخوف الخوف من العلوسة لانكين بعض القبائل كتعتبر البنت الى وسط 18 عام 20 سنة ما بقيت دي احد يعني صارت عانس هذا الذي يجعل بعض الاباء والامهات كيتخوفوا ويزوجون بناتهن وهن في سن الصغر حتى ولو كان الزوج غير مناسب لها لانهم يخافون عليها من البوار يخافون عليها من العنوسة ويخافون على مستقبلها وما قد ينتظرها قد يكون السبب ايضا هو بعض المورثات الاجتماعية فبعض المناطق في الارياف وفي القرى عندهم عادات وتقاليد بان هذا الامر صار شائعا ومقبولا فمدام المجتمع والموروط الثقافي والاجتماعي يقره فلماذا الامتناع فيسيرون مع الجماعة كذلك لكن اسبب اخرى وهي ان بعض الاسر يخافون على بنتهن من الوقوع فيما يسمى بالعنف الجنسي كيسمعوا بان ابنة الدوار كيتعدى عليهم شو واحد من المقربين او شو واحد ربما ترجى بركته وكيسمعوا اخبار اللي هي صادمة كيقول لك اللهمالك البنية تكون عند زوج بسنة الله ورسوله ولا تكون معرضة للعنف الجنسي يتم استغلالها كذلك هكذا القول البعض الاخر من بين الاسباب هو ان في بعض القرى كان الهدر المدرسي المبكير فالبنز كتقرأ في المدرسة ولكن حينما لا تستطيع ان تستمر خصوة تمشي لمدينة اخرى باش تلقى تانوية او تتابع دراستها في مكان في التأهيل ما كانش فكتضطر انها تهدر الدراسة او ربما تكون عند الرصوب المتكرر والوالدين او لا يستطيعون ان يوفروا تكاليف الدراسة المدرسية فهذا كي تخرجت البنت من المدرسة الى خرجت من المدرسة من الابتدائي او من الثلاث او الرابع هاش هاتف سنة كيقولوا السر ديالها وهي اننا نزوجوها انتهنوا منها وهي ترتاح وحنا نرتاحوا فالتسرب المدرسي هو من بين اهم الاسباب لكي يخلي كذلك الاباء والامهات يزوجوا ابنية وهنا صغيرات قاصرات ثم هناك انتشار بعض المفاهيم الدينية بين الناس يعتقدون بان الدين يحط على الزواج المبكر نعم الى كانت هناك حالات استثنائية وكانت حالات هناك ربما قديما الحياة بسيطة جدا ما فيها تكاليف ولا فيها التزامات قوية كزماننا هذا فهم يعتقدون مدام ان هذا الامر سائد لماذا لا فيتشجع ويزوجون هؤلاء البنات الصغيرات وهنا قاصرات وقد يقع لهنا الكثير من الدلر ثم كالقو من بين هام الاسباب هي بعض العادات والتقاليد السائدة ان الزواج يحمي الشرف دي العائلة والفتاة الى الزوجات مبكرا راه غدتنجب ولدات ديلها وغد يكونوا اطفالها اعمارهم متقاربة مع عمرها وبالتالي غدتربح ولداتها حسن ما تبقى كبيرة ومن بعد ضيع وما تبقى بلا زواج اللهم تولد ولدتها هذا هو رأس المال الحقيقي ديلها هي ما عندها لا قرياء لا صنعاء لا خدماء لا وظيفة المستقبل ديلها هي تنجبوا اطفالا ويكبروا ومن بعد يكونوا بحل خوتها هذا هو التفكير سائد عند معظم العائلات ثم كالك يضمن بان الزوجة الصغيرة هكذا اذا تزوجتها ستكون زوجة مطيعة ما غدتكونش فهمة بزاف وقارية بزاف ورأسها صحيح غدتكون رأسها صغير اللي قلت لا تقول لك نعم زوجة مطيعة وغدتكون ام صالحة لان الزواج المبكر بحل الارض الخصبة كتعطي غلة كثيرة ومتعددة وبالتالي بعض الناس كيلقوا هذا هما الاسباب الاساسية اللي كتخليهم يزوجوا بنيتهم في سن مبكرة لكن كيغفلوا على الاثار السلبية لهذا الزواج ذي البنات الصغيرة او القاصرة ففي الغالب ان مثل هذا الزواج تترتب عليه مجموعة من الاضرار اولها ان هذه الفتاة الصغيرة حينما تتزوج تتعرض لضغوطات نفسية واجتماعية في الغالب لانها حرمت من طفولتها البريئة الطفلاء لابد ان تلعب لابد ان تمرح لابد ان تسافر مع العائلة لابد ان تكون معها صديقاتها تكون حياة اللي فيها رفاه وفيها ذلال وفيها فرحة وسرور مرحلة مهمة من اعمارنا لابد ان يكون فيها الانسان سعيدا منطلقا وكلقى العناية والرعاية لكن حينما تتزوج يا صغيرة كتدخل تكاليف ديال الاسرة وكتدخل الى مسؤوليات كبيرة ومن ثم كتشعر بانها صارت مسؤولة عن اسره وعن زوجه وعن عائلة وهناك تعرض لضغوطات نفسية واجتماعية ولا تزال هي صغيرة هناك القوة بان عدد كبير من الفتيات كيتصابوا بالامراض النفسية كاللي عندها القلق الشديد كاللي عندها الرهاب الاجتماعي كاللي عندها المس الشيطاني كل هذا سبب للضغوطات النفسية والاجتماعية كذلك كان بعض اللي كتلقى مضاعفات الحمل لان سنها صغير ما زال الرحم ديالها والجسم ديالها غير قادر على تحمل اعباء الزواج لان الجسم باش يتحمل العملية ديالتزاوج والعملية ديالحمل خاصة لابد يكون في واحد سن ديال النج والاكتمال هي ما زال بقية سنها وجسمها غير قابل لذلك ايضا كتتعرض هذه الفتاة في الغالب الى مشاكل صحية نتيجة تشدد الاسر كتلقى ربما كيف رضع لها اشغال شاقة من طبخ وكنس وغسيل ولكتف البادية خصة لابد الحطاب وخصة رعاية المشياء وهذا كيرتبع لها مجموعة كبيرة من المشاكل الصحية ثم يتم حرمانها من المشاركة في اتخاذ القرارات داخل الاسرة يعني لك الاسرة كتتاخد شي قرار يلا يحق لها يتبقى صغيرة ما عندك عقل وما عندك تجريبة وكتبقى دائما هي غير تنفد والاخرون يقررون وهناك يخلق لها واحد نوع من الاحباط ومن اللي كتكبر كتشعر بانها كانت مهمشة وربما كيكون عندها ردود افعال اللي هي متشنجة ثم كالخطر الاكبر هو ان عدد كبير من الفتيات القاصرات المتزوجات يعني كترتفع عندهم نسبة طلاق ما كيكملوش لانك تدزو حد المدة قليلة كيوقع لها نوع من الفتور او نوع من الامراض كيردوها الولدها رهم ريضا هذي ما كتعرفش هذي خوضوها ردوها لكم تسمى الرد بالعيب بان فيها العيب او ربما خطتك تكون هي اصلا اه تمرسى لها واحد نوع من الضغط وحينما شعرت بان عندها القدرة انها تقول لا كيوقع لها نوع من التمرد وكتقول انا اه 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 اغنى عندي من اي شيء وانا كنت اه ان تحفو وحدIDE وضعيدة للاسر اللي هي غير مستقرة الاسرة التي كنعول عليها جميعا باش تكون كرافعة للمجتمع لابد ان ترتكز على زواج يكون اه يبنى على اسس سليمة يكون في طرفين زوج وزوجة عندهم اكتمال ونضج عقلي ونفسي وجسمي الطرفين معا يستطيعان أن يتحمل المسؤولية يستطيعان معا تحمل أعباء دي التكوين الأسرة الأسرة دي اليوم في القرن الواحد والعشرين ما هي الأسرة اللي كانت أيام زمان الأسرة صعيبة وفيها مسؤوليات وفيها نفقات وفيها قوانين وفيها التزامات لهذا لا بد أن يكون هناك نوع من الوسس السليمة حتى نتمكن من إنتاج أسر غد تكون ناجحة وتكون مستقرة وتنجيب لنا أولاد وبنات غد يكونوا رجال ونساء المستقبل هذا هو اللي خل في الضرفية الراهنة واحدة المجموعة كبيرة من الجهات الحكومية كي يدروا اتفاقيات منها آخر اتفاقية كانت بين وزارة التربية الوطنية وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي وكذلك ممثلين عن اليونساف وكذلك مسؤول قضائيين المكلفين بالزواج وغيرهم بعض الجمعيات عن المجتمع المدني اجتمعوا جميعا ودروا اتفاقية بشي حولوا ما أمكن أن هذا الظواهر يحول القول الحلول المناسبة بشي أول شيء أول شيء وهو أن الفتيات الصغيرات لابد أن لا يحرمنا من التمدرس لابد أن يكون التعليم إلزامي لهن لابد أن نحارب الهدر المدرسي وهذا كله لا ينبغي أن يكون مجرد اتفاقيات على كلام على أوراق حبر ومداد على أوراق لابد أن تتخذ مجموعة كبيرة من الإجراءات من بينها محاربة الفقر لأن كما ذكرنا من أهم الأسباب لك تخلي الأباء والأمهات أنهم يضحوا بفلدة كبديهن ويزوجهم وهن الصغيرات الفقر الشديد الناس يقلب على أنه لقمة العيش أو على الأقل يحسن أوضعه الاقتصادية لابد أن نحارب هذا الفقر ولابد أننا نصحح الموروتات الثقافية والاجتماعية لابد أن وسائل الإعلام وأساد العلماء والفقهاء والخبراء في علم النفس والاجتماع يقومون بتصحيح بعض الموروتات الاجتماعية والثقافية كون أن الأسرة هي رافض لنمو المجتمع ولابد أن نتخلص من العادات والتقاليد البالية ليست من الدين في أصل في شيء وأيضا تصحيح حتى مفاهيم الدين هناك مفاهيم دينية خاطئة الناس يعتقدون بأنها الدين حق وهي غير مجرد أعراف وتقاليد كانت أيام زمان ولكن الدين بريء منها لا بد من تصحيح المفاهيم الدينية وكذلك لا بد من إعطاء الفرصة للأوساط الفقيرة والأوساط الضعيفة أنها تتلقى العناية والرعاية من طرف هيكل الدولة نصدر قرارات ونطلب التنفيذ ديالها ولكن نستطيع أن ندر لها الأسس العناية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية بأبناء الوطن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبنائنا وأبنائكم وأن يصلح جميع الأسر وأن يجعل الزواج هؤلاء البنات يكون مبعد سعادة وفخر للعائلات وتكون رافعة للمجتمع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وللحياة السعيدة والحياة الرغيدة بإذن الله الواحد الأحد السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة